الجزائر يعني دخلت في صراعات ديبلوماسية وانفرضت سياداتها سياسيا باش يعني تحافظ على توازنات حال اقتصادية ومصالحها الاقتصادية دخلنا في صراعات اللي كان لابد منها مع اسبانيا دخلنا في صراعات اللي كان لابد منها مع فرنسا باش نبينو كما قلسي أبلوها بأن اليوم الجزائر عيدرت قطيعة مع الماضي الجزائر راي في حرب مع اللي كانوا بكري سيفريكو في الواقع في السوق كانت تتبان امور صعبة على المواطن علينا كامل حنا مستهلكين ومواطنين ولكن كان لابد باش نعاودو نبنيو نعاودو نبنيو للي ريزار ودو شانشت على البلادي يعني كيقولوا لها في الكرنية حتيات الصرف اللي هو سلحنا